هل تقول هل يصلح استخدام حمام البخار في فترة الصيام كذلك توجد تقنية جديدة وهي استخدام جهاز يقوم بفرز بخار ماء مع روائح لتجديد الهواء ولكن المتعارف عليه أنه يفرز بخار ماء مع رائحة فهل يصلح استخدامه خلال فترة الصيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و أهلنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فإن الجواب أن مرد ذلك يعود إلى قدر البخار الذي يمكن أن يلج إلى الجوف فإن كان قدرا يسيرا غير مقصود فلا حرج فيه أما إن كان مقدارا كثيرا يمكن أن يصل إلى الحلق ثم يدخل إلى الجوف لأن بخار الماء في حمام البخار كما يقولون يكون عالي التركيز فيتجمع و يتكثف في أعلى التجويف الأنفي ثم بعد ذلك يدخل إلى الجوف فهذا يفطر لكن هل يحصل هذا في مثل هذه المواضع أو أن قدر البخار يسير و يتوزع في الجوف و ما يصل منه إلى الجوف عبر الاستنشاق هو شيء يسير جدا مغتفر فإن الفقهاء ناقشوا قضية من يستنشق بخار القدر أشبه ما يمكن أن تكون عليه هذه المسألة هي بهذه مسألة استنشاق بخار القدر لكن هناك فارقا فهذا يقصد أن يقترب من بخار القدر الذي قدر يغلي ليستنشق ذلك البخار فلذلك شدد عدد من الفقهاء في مثل هذه الصورة لكن الحال هنا في مثل ما يعرف بحمامات البخار أن هذا البخار يسير و أنه يتوزع في أجواء الموضع الذي يكون فيه و أنه لا يكاد يصل منه شيء إلى الجوف لكن مع ذلك من باب الاحتياط ينبغي أن يجتنب ذلك في نهار رمضان و أن يجتنب إن كان التركيز إن كان البخار كثيفا يمكن فعلا أن يصل إلى الجوف عن طريق التجويف الأنفي فهذا يجب أن يتقى في هذه الصورة و الله تعالى أعلم التقنية الثانية التقنية الثانية قد يفهم من السؤال أن المقصود هو ما يضاف إلى الماء عند الاستحمام مما يبعث رذاذا فيه شيء من الرائحة و هنا مسألتان المسألة الأولى هل يعد هذا الماء ماء مستعملا و بناء على ذلك تترتب عليه أحكام الماء المضاف أو أنه لا يؤثر فيه و الصحيح أنه لا يؤثر فهذا الذي يضاف إلى ماء الاستحمام ثم يبعث هذا الرذاذ الذي قد تكون فيه روائح مختلفة هو قدر يسير جدا فتلك العلبة تكفي لألاف اللترات من الماء فما يكون من نصيب الحالة الواحد عند الاستحمام هو أمر يسير جدا لا يكاد يذكر ففي هذه الحالة لا يقال بأنه ماء مضاف بل هو ماء طاهر مطهر نعم و هل يؤثر ذلك على الصائم الفقهاء ذكروا ما يتعلق بمن يستعمل الماء الساخن في الاستحمام في البرد و هو صائم نعم فقالوا بأن ذلك لا يؤثر عليه لأنه غير مقصود و لأن المقدار يسير جدا لا يكاد يصل شيء أصلا إلى الجوف نعم فإن كان على هذه الصفة فضابطه هو ما تقدم أيضا من أنه إن كان لا يصل منه لأن دخول شيء من قطرات الماء أو الرذاذ أثناء الاستحمام لهذا وارد لكن ذلك على سبيل لا على سبيل التعمد لا على سبيل القصد و الاختيار و لذلك فهو غير مفطر فإن أضيف إليه شيء أو كان الماء ساخنا في الشتاء فتصاعد منه بخار فإن الفقهاء قد نصوا بأن ذلك لا يفطر و الله تعالى أعلم لنعطي تفصيلا آخر يتعقب الإجمالات إن وجدت و ذلك الشيخ الآن هذا الذي يوضاف إلى هذا الماء ماء الاستحمام هل يقوم بتغيير لون الماء؟ لا لا يغير لا يغير هو يضفي يعني رائحة إلى هذا الماء نعم ولكنه العلبة الواحدة التي توضع على موضع الاستحمام أو على الرشاش تكفي كما تقدم لكمية كبيرة لمدة طويلة من الاستعمال هي فقط لإضافة هذه الرائحة و لذلك فإنها لا تغير صفة الماء نعم يبقى كما هو طهر مطهر نعم ترجمة نانسي قنقر